السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله في هذه الحصة سنتعرف على درس جديد في الإملاء عنوان الدرس هو الهمزة المتوسطة على الياء إذن سنتعرف على سبب كتابتها على الياء إذن تابهوا معي جيدا نقرأ الجمل الجملة الأولى الأرض مليئة بالحياة جملة الثانية النخيل يشرئب إلى الشمس جملة الثالثة الشمس تدفئنا جملة الأخيرة تحن علينا حنو الأم الرائفة إذن هذه الجمل تتضمن هذه الكلمات كل كلمة تتضمن همزة إذن كلمة الأولى مليئة يشرئب تدفئنا الرائفة إذن هذه الكلمات الهمزة على أي حرف كتبت إذن كتبت على الياء كلمة الأولى كلمة الثانية كلمة ثالثة والكلمة الأخيرة إذن نبدأ بالكلمة الأولى لنتعرف على سبب كتابتها على الياء إذن الكلمة مليئة إذن الهمزة مكتوبة على الياء إذن أي حركة تحمل إذن تحمل حركة الفتحة ماذا يسبقها إذن مسبوقة بياء ساكنة هذه الياء نسميها ياء ساكنة لهذا كتبناها على الياء الهمزة تحمل الفتحة وتسبقها ياء ساكنة إذن نكتبها على حامل الياء ننتقل للكلمة الثانية يشرا إبو إذن هنا الهمزة كتبت أيضا على الياء إذن أي حركة تحمل الهمزة إذن تحمل حركة الكسرة إذن كتبناها على الياء لأن الهمزة نقول لأنها مكسورة أي تحمل حركة عفوا الكسرة لهذا نكتبها على الياء ننتقل للكلمة أخرى تدفئنا إذن الهمزة أيضا مكتوبة على الياء الحركة التي تحمل هي حركة الضمة ويسبقها ماذا تسبقها حركة الكسرة إذن كتبناها هنا على الياء لأنها مسبوقة بكسرة لأنها مسبوقة بكسرة وحينما يكون عندنا الكسرة والضمة فالكسرة هي أقوى من الضمة وبالتالي نكتبها على الياء لأن الكسرة يناسبها الياء ننتقل للكلمة الأخيرة الرائثة إذن إذن تابعوا معي هنا الهمزة تحمل حركة الكسرة ومسبوقة بالفتحة والكسرة هي أقوى حركة من الحركات هي أقوى من الضمة أقوى من الفتحة أقوى من السكون إذن عندي هنا مسبوقة بالفتحة والهمزة مكسورة إذن نكتبها على الياء لهذا السبب كتبناها على الياء لأن الكسرة هي أقوى من الفتحة وبالتالي تكتب على حامل الياء إذن من خلال هذه الجمل وهذه الكلمات إذن نتوصل إلى القاعدة التالية إذن نقرأ القاعدة تكتب الهمزة المتوسطة على الياء إذا كانت مكسورة يعني تحمل حركة الكسرة أو سبقتها كسرة أو ياء ساكنة كما رأينا في هذه الكلمات هنا مسبوقة بياء ساكنة هنا الهمزة مكسورة هنا الهمزة يعني تحمل حركة الضمة وتسبقها الكسرة وهنا أيضا الهمزة مكسورة إذن لهذا السبب كتبناها على الياء أعيد القاعدة تكتب الهمزة المتوسطة على الياء إذا كانت مكسورة أو سبقتها كسرة أو ياء ساكنة إذن نجيب عن هذا التمرين سؤال الأول صل بين عناصر المجموعة الأولى والمجموعة الثانية بما يناسب إذن المجموعة الأولى وهذه المجموعة الثانية إذن المجموعة الأولى تتضمن مجموعة من الكلمات والمجموعة الثانية يعني تتضمن سبب كتابة الهمزة المتوسطة على الياء إذن الكلمة الأولى عندنا يتكئون الكلمة الثانية أسئلة رائعة بيئة هنا عندنا سبب كتابة الهمزة على الياء لدينا الجملة الأولى لأنها مسبوقة بكسرة لأنها مسبوقة بياء ساكنة لأنها مسبوقة بسكون ميت لأنها مكسورة الجملة الكلمة الأولى يتكئون لهمزة كتبناها على الياء إذن ما سبب كتابتها على الياء إذن لأنها مسبوقة بماذا؟ بكسرة إذن أصلها إلى هنا الكلمة الثانية أسئلة إذن سبب كتابتها على الياء إذن لأنها مكسورة لأنها مكسورة تحمل حركات الكسرة إذن أبحث عن مكسورة هنا أصلها إلى هنا الكلمة الثالثة رائعة إذن الهمزة مكتوبة على الياء لماذا؟ لأنها مسبوقة بماذا؟ هي مكسورة ومسبوقة بسكون ميت هذا الألف نسميه سكون ميت إذن نصلها إلى هنا الكلمة الأخيرة بيئة بيئة أيضا هي كتبناها على الياء ما هو سبب كتابتها على الياء؟ لأنها مسبوقة بماذا؟ ماذا نسميها؟ مسبوقة بياء ساكنة وبالتالي نصلها إلى هنا لأنها مسبوقة بياء ساكنة أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة نلتقي في حصة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر